السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء مرحبا بكم في هذا البث المباشر صح فطوركم وفطور ما بقي إليه ساعة سنقضي إن شاء الله وحد جزء منها معكم في هذه الدردشة اليوم الأربعة عشرين أبريل من سنة 2022 معكم عبد الرحمن عدروي الذي يحييكم من مدينة لبال ويسعد دائما بالتواصل معكم إذن كما شفتوا في العنوان إقالة عزيز أخنوش باتت وشيكا ومحاسبة السيد وهبي على كثرة الزلات أصبحت ضرورية خلال الفترة الأخيرة عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مشغولين مع المسلسل الشيخة ويقضي وقت كبير في التعبير وفي التعليق على هذه المسلسل وشخصه يكون وشخصه يكون وكين مسلسلات أخرى وقضايا أخرى التي هي متعلقة بما يتم بته على القنوات التلفزية المغربية في شهر رمضان وبتوازن مع ذلك كين رجال ونساء السياسة وعلى رأسهم السيد عزيزي أخنوش والسيد وهبي ومجموعة من سادة الوزراء حتى هما تقوموا بالضوء ذي لهم بالتمثيل تحت قبة البرلمان و يخدمون أو يقدمون كل ما من شأنه خدمة مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة الوطن ومصلحة المواطن إذن مرحبا بالجميع ساريب 250 متابع في انتظار انتحاق المزيد من المتابعين لأن الموضوع مهم جدا وهذا الانشغال للناس من شغولين خلال الفترة الأخيرة بكرة القدم وهذا حق من حقوق المواطنين أن هذا سوحد فترة طويلة الناس ممكن تخلوش للتيران ممكن تفرجوش في المواتشات والحمد لله أن الفرق المغربية سواء المنتخب الوطني ولا فرق الويداد والرجاء يحقق خلنة إيجابية وهي إيجابية وتستأثير باهتمام المتابعين ولكن ما خاص شكرة القدم والأفلام والمسلسلات ومثابته القنوات التلفزية ما خاصوش ياخذ حيز زماني أو لمساحة كاملة ويجعلنا نغضو الطرف على ما يحدث في السياسة وما يقوم به السياسيون هذه الفترة التي ترأس فيها السيد عزيز أخنوش حكومة المغرب حسب قدير الكثيرين وحسب قديري الشخصي حتى قبل أن يبدأ ممارسة المهمة الجديدة لك رئيس للحكومة لدينا مجرد الفيديو أقسم فيهم بأن أخنوش سوف يفشل في المهل ما دياله والمرحلة ديال أخنوش سوف يتخرج الناس للاحتجاجات ويكون هناك احتقان اجتماعي كانت هذه مجموعة ديال الأفكار اللي عبرت عنها من اللي تم تعينه كرئيس للحكومة ولكن في نفس الوقت نحترم القرار دير جلالة الماليك وتعينه للسيد عزيز أخنوش لتدبير شؤون هذه المرحلة اليوم احنا بدينا تنشوفون نتائج ديال تدبير الشأن العام من طرف سيد عزيز أخنوش وأعضاء الحكومة اللي معاه وجاه والخص كل شيء في كلمات ما عندناش عصا صحرية وما عندوش حلول للمشاكل المشاكل اللي كانت يعرفها كان على الطلاع وعلى علم بها لأنه كان يشارك في الحكومات السابقة ومن اللي تقدم الانتخابات تقدم على أساس أنه المخلص للمغاربة من كل المشاكل التي يعيشونها يعني واعد بأنه غد يدخل إصلاحات في قطاع الصحة بأنه غد يعطيهم جموعات المساهمات المالية للمواطنين يقوم بإصلاحات عدة ولكن الآن يعني داز وقت ليس بالهيين شنو تحقق من هادشي هذا كامل لا شيء يعني مجرد الكلام ومجرد ديز اكسكيز وفي المات يخرج يتكلم معنا السي عزيز أخنوش أو يتكلم معنا الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد بيتاس دائما كي كل كلام ديالهم يصب في اتجاه تحميل المسؤولية للحكومة السابقة فما فهمتش كيفاش هذه الحكومة هذه غديم كلها تشرف على سلبير الشأن العام عن طريق لو الحكومة لدازد لو أن المغاربة عارفين بأن الحكومة لدازد كانت صالحة وكانت مزيانة كونوا صوتوا عليهم إذا كيفما تقولون أي شيء يمكن أن يسير في هذا الاتجاه إذا كان هناك واحد السخط عارم احتمال الناس اللي كان عندهم واحد بصيص ديال الآمن تقولوا هذا سيد النار شيء ملياردير وعنده الفلوس كثيرة وحتى قاع لإقتضى الحال غدي يهز الفلوس من جيبه وغدي يخلص وغدي يعاون الاقتصاد ديال البلاد وخصوصا أن معاهم جموع عادية لرجال أعمال في الحزب فما غديش يعني بخلوع للبلاد إذا كان من ضروري أنهم يساعدوا الاقتصاد ديال البلاد باش انتعاشوا وأنهم غدي يخدموا الناس هذا كله غديش يترددوا في فعله ولكن شي اللي شاهدنا الآن هو عكس هذه التوقعات الاقتصاد يعيش يعني على الوقع اللي كان يعيش في عهد من كيران وفي عهد العثماني يمكن يكون ركود مقارنة مع العهد السابق الوعود اللي وعدوا بها موفاو حتى بشي حاجة كان هناك تدمر من طرف مجموعة ديال الفاعلين في قطاعات مختلفة في القطاع ديال الطيب في القطاع ديال التعليم الأساتيدة الذين فرض عليه التعاقد أو الأساتيدة المتعاقدون كما يحب كل أن يسمي نفسه يعني الناس كانوا يتسنوا حلول وكانوا يسمعوا سادة الوزراء اللي كان الآن في الحكومة الملكان في المعارضة كانوا يسمعهم يتكلموا كلام اللي هو جميل جدا ويعطيه وعود اللي هي كبيرة جدا ولكن اليوم كان فقط الخذلان يعني كل شي يحسب رأسه بأنها تشمت في هذه الحكومة هذه إذن هذه الحكومة إليما كانت تقدم ولا توخر ويتخدم غير لمصالح ديالها فما الغاية من الإبقاء عليها هذه الحكومة تبقى علش لكي تخسر الفلوس لكي تبقى المكونات ديال هذه الحكومة كتطاحن فيما بناتتها هذه الحرب الخافية اللي مكيبين وهاش لنا ولكن هي قائمة بين حزب الأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة والتي أفضت إلى سحب صندوق مهم جدا لإنعاش الاقتصاد وإنعاش الاستثمار بالنسبة للشباب فيما يعرف ببرنامج فرصة تم سحبه من وزير الشغل لأنه ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة وتم تفويته لوزيرة لا علاقة لها مع المجال مسؤولة عن السياحة إذن هناك حرب هناك حرب ديال المصالح الناس يقلبوا على كيفاش ينفعوا الحزب ديالهم والأتباع ديال الحزب ديالهم برنامج فرصة ما هوش برنامج من أجل المواطنين بصفة عامة ولكن برنامج اللي هو الدار من أجل مصلحة الناس اللي عندهم ولاء لأخنوش وعندهم ولاء لحزب الأحرار إذن ما بقاش عندنا الآن ولاء للوطن أو ولاء لملك البلاد لا ولا عندنا ولاء لأخنوش وولاء لحزب الأحرار هو اللي يعطي الفلوس ما بقاش هذا الفلوس ان يسميتها فلوس ديال الدولة ولا تسميتها فلوس ديال حزب أخنوش إذن ولينا كان نخدمه المصالح الحزبية والمصالح الشخصية بالأموال ديال الدولة اللي هي أموال ديال دافعي الدرائب إذن في ظل هذا التدمر نحن بعد المرة تنقرأ وتعاليق الناس يقول لكوه المالك فينا هو واش المالك ما جايب اخبار واش المالك ما المالك ما متدبع الأوضاع وكي يعرف كل صغيرة وكل كبيرة وكيشوف يعني الارتسامات ديال المواطنين بشكل يومي واصلوا بأنه هناك عدم ريضة الشعب المغربي على حكومة أخنوش إذن شنو اللي بقى بقى تحاجة وحدة اللي كي تسنها السواد الأعظم من المجتمع المغربي ألا وهي إقالة حكومة السيد عزيز أخنوش إذن ما بقى شي حل آخر ما بقى شي ترقيع ممكن نرقعوه لأن يعني بشهادة رئيس الحكومة قال بأننا ما عندناش عصا سحرية باش نحل المشاكل إذن إلا ما عندكش العصا السحرية باش تحل المشاكل إما أنك تقدم الاستقالة ديالك أو تتم إقالتك استحمد تقول لي واش أنت تتحلم بالإقالة والمحاسبة على الأقل إلا ما كانش غادي تكون خلينا نحلمه أحلام اليقظة متاحة ونقدر لنا حتى تنتب حلوه بيت منعنا حتى من التبريغ ومن الشكاية إحنا تنشكي والهم ديالنا على ملك البلاد وكان ترجع أنه يعفينا من هذا العذاب هذا اللي إحنا تنعيشوه بشكل يومي مع هذه الحكومة الفاشلة ومع أعضاء هذه الحكومة الفاشلين اللي هما فقط بارعون في التمثيل ولا أدل على ذلك من السيد وهبي اللي كيخرج بذيك الخارجات الفرعونية دياله وذلك الاستعراض داخل البرلمان وكيحمل الكلام دياله واحد حمولة تقيلة ديال الهفوات اللي ما كيوقعش فيها مجرد إنسان بسيط وإنسان عادي لأن وهبي هو محامي والآن هو وزير ديال العدل فما يمكنش وزير ديال العدل يجيه الدد المواطنين ويمنعهم من حقهم في تقديم الشكايات بالفاسدين وبالفساد كنا كانت سناو من السيوهبي اللي هو خريج واحد المدرسة ديال النضال وديال المناضلين كنا كانت سناو منه أنهم اللي غادي يصبحوا وزير العدل أنه غادي يكرس العدل في المجتمع المغربي ديالنا وأنه إلا شاف واحد يجي يبلغ على الفساد يشجعوه يكافؤوه يجي 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 يجعوه لا يشجعوه أخرين أنهم مواطن غير قانوني يرى من مسؤولية كل مواطن أن يجيب اللغة لها سوس ولدت لنا العلماء والفقهاء أكبر العلماء المغاربة هم من منطقة سوس ولكن لعت الله هو هذا ولكن إنما نشكو ضعفنا وبتانا لجلالة الملك كان على الله وعسى يعفينا من العذاب يعفينا من الألم هذا الذي نعيشه مع الناس يعني لا كاريزما لا تقف النفس لا كفاءة احتجي حاجة اللي ممكن تشفع لهم وتقول ما كان المشكل يمكن للغد يكون أفضل يعني خارجين ميلين من الخيماء والسقوط ديالهم سقوط يعني آت لن يقشفه إذا حكومة اللي غير قادرة على إيصال الخبز للفران أشنو قال سكت دير؟ قال سكت تحل الخبز قال سكت استهلك في صناديق ديال الدولة سؤال هل سيتدخل الملك أم لا في إطار الممارسة الديمقراطية الملك منكم صناديق الاقتراع صوتوا عليهم هاو مدو كي يحكموا خليهم يحكموا عندنا برلمان هاد البرلمان هاد منحقوا أنه يجتمعوا وصوتوا على حل هذه الحكومة وتصبح حكومة اللاغية جلالة المالك فرمشة عين ممكن يحل كل شيء الدستور يخول له ذلك نحن كمواطنين الآن يعني العين بصرة وليد قصرة ما عندنا شيء حل الآخر من غير أننا نتوجهه لجلالة المالك ليس كواب هاد الناس هادو هاد الناس هادو كي يخدمون مصالح ديالهم كيدربو عرض الحائط التوجيهات الملكية شدو التقارير اللي من بعد أشهر ولقاءات ماراتونية ديال اللجنة بن موسى من أجل إعداد واحد المشروع ملكي مشروع وطني دربو عرض الحائط واليوم همهم الوحيد هي الصناديق في المخرجة شي ميزانية في المبن شي صندوق كي يأخذوه كي يعطيه لصحابهم تقول له فرقوا غير على ديال ونغي على أحبابنا إذن هذه حكومة حكومة مصالح وحكومة مصالح حزبية اللي عمر المغريب معرف بحال هذا الشي هذا المغريب كانوا تكونوا فيهم جمع هذه الأحزاب كيتجمعوا بيناتهم كيتعاونوا بيناتهم كي يأكلوا كي يوكلوا ولكن هذي الناس هذو بغين يعيشوا فقط هما والناس اللي كي يدوروا في كنفهم أما المواطن العادي هذك تعتبروا بحال لي ماشي دولة أخرى مكين تمشي الدولة اللي هما كي يشرفوا على ستبير الشأن العام ديالها إذن هذي الناس هذو ماشي حاقرين فقط على المواطن العادي ولكن محتاقرين أيضا حتى التعليمات الملكية لا يولونها أي اعتمام الجالية منعينها من تصويت الجالية كتتكرفز وكتتمرمد وكيمشيوا لها فلوسها وكيمشيوا لها الملايير هما منسوقين شليها مجلس الجالية اللي عينوا جلالة الماليك ما كيدخلوه شي يلعب معاهم بلون ديالنا مغا تلعبش معنا فإذن هذي الناس هذو ماشي فقط كي يشتغلو ضد مصلحات المواطنين ولكن يشتغلو ضد في التوجيهات الملكية أيضا لا هما مع الملك ولا هما مع الشعب إذن هذي هذي كون؟ وماذا قلسين يديرو؟ ماذا الدور ديالهم؟ الدور ديالهم وما يتحنون الفلوس ديال الدولة إذن هذي العابت هذا خاص يتوقف وماذا قلت لك سيدي كين شي طرق وكين شي أساليب هذو كل الناس اللي هم في السجن الآن في حراك الريف سوف نرى لهم شي طريقة باش نعفو عليهم ونخرجوهم كين شي آليات وكين شي مطرقات وشي مصامر وشي مناشر غنستعملوهم وغنوصلوا الواحد الحل نحن بدون نخدموا ذلك وقدون نخدموا الناس يعني بهلاوان في شكل رئيسي ديال الحزب هو وزير خرش شي واحد من الحدث يعني إنسان ما عارف حتى المنظومة كيفاش غادية في البلاد يعني غيك يتكلموا غيك يدوروا سي محمد هايلال العاونات اي 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 هايل الفيديو كنت في المطار فلاح كانت سل también المطار سيت Service هايل ونحن ان ا przypadأنا الق Prozent كما نصمموك لي اخدتم اي 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 انا كما تناته الآن من الله يعويني الى عاونات ولكنا نماء الشيئ here لكن لا نحن عندنا التي استخدمها ما عندنا إلا أننا نتوجه بالطلب دينا لجلالة المالك على أمل أنه يستجب هذا الطلب دينا يعني شيء مخزي أنه يكون عندنا مسؤولين داخل الإدارة المغربية أنا في كل مرة كنت أدليكم القيد لفديو دياله تشاف تنظر مجلوج أو ثلاثة المليون ديال المشاهدات على صفحة عدراوي لايب مواطنين وقفين لكي يخلصوا الماء أو الضوء وقال لهم أن يدخلوا الضنقاجري ودخلوا ديوركم واحد مسكين قال لهم إذا لم يخلصنا سيقطعوا علينا الماء أو الضوء باقي لا يكمل لهم قال لهم يقطع عليك شيء يقطع على المرأسه سوف يدخل داخل الدار ترى القيد كيف يهدر على مسؤول الإدارة والدولة الماء أو ما أعرف ما بالنسبة له المواطن ساكخة لم تقرب لهم للمواطنين هذه جمعية لا تقلع لهم لها ولديهم لا تقلع لهم ولا تقلع لهم ولا تقلع لهم كيف يكون قضايا مهمة جدا لا يدخلوا ولكن هذا يجسد حقيقة شعور داخل يمسؤول ايضا لم تقرب لهم للمواطنين ليس وقت قطيع الماء ولا قطيع الضل الآن لدينا ناس الذين يحملون الحب في الدم في العروق العروق يجري فيها حب الوطن ونحن نأتي ونأتي مجموعة الخوانة ونعطيهم مسؤوليات ونوضعوا تحت تصرفهم ميزانيات الدولة التي تغنيها تشار ونجعلهم يعطون فيها فساد كما يشاء هناك صندوق أخضر ونحن في اللحة ويتفادوا المشاكل الجفاف أجل سيد ينتهي لديك وسيلة الإعلام تنتقدنا بها ونحن تنتقدنا سيد العلال البحراوي يقول أنتم لا يقول الله أعلم يقسم المدير الموقع صحفي هكذا 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 لا كاريزمة لا طريقة في الحوار لا طريقة في الكلام لا أبوان لا رئيس هكذا 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 لا يوجد حل و لا يوجد حكومة في حكومة بن كيران و العثماني على الأقل خرجوا جوجوش ديال الناس اللي هما السي بلافريج و سيد بوانو قاموا بوحد الدراسات ووصلوا الوحد الأرقام وجواجه المواطنين وقالوا لهم بأن شركات المحروقات راتي نهبو لكم 17 مليار ديال الدرهم اللي اخدوها من الجيوب ديالكم بطريقة غير مستحقة اليوم واش عند ندب شي واحد يقدر يخرج من حزب الأحرار يقول لنا الحزب ديال ناراها كيدير ولا كيفعل ولا كيف ترك الحزب كيمشي بالطريقة ديال كوريا الشمالية اللي هضربوه العاف كين الزعيم ديال الحزب هو انتهى ما كانش ليهدر ولا اللي ينتقد ولا اللي يقول شي حاجة ما شي هي هديك عايتنا المؤترين فرقنا عليهم 30 مليون ديال الفلوس اللي واحد بديتنا نقرأ اليوم بأنه سوينغا ما اخداش 30 مليون وانه سوينغا ما يستهلها لأنه مؤتر كي يجيب شي حاجة اللي هي جديدة كيفهم المواطنين شي حويج اللي هي مفاهمينهاش إذا إلا تخلص على شي عمله قام بيه فهم حقه عندنا السيدة الآن جاي بالخيات ما عرفش واش هو كي يجيلوا المنصف بالخيات او لا أنا متأكد أنه ستكون شي علاقة معي لأن الفساد يعرفه صاحبه ويعرفه أهله ويعرفه مصدراه والفساد يعني كي يدور تقريبا في نفس نفس واحد الحلقة واحد الحلقة مغلاقات يال الناس الفاسدين هذا كي يقول لي وزير كي ينهب هذا كي يبني كي يعلي كي يدين نص ديال الميزانية كي يجيل اخر كي يأخذ بلاستو كي يعود هو كي يمشي لجي اخر وكي يبقى الفساد كي يدور ما بين نفس الأشخاص يعني الوقت كيدوز الفلوس كتتخسر ولكن الفلوس كتتدور في نفس الحلقة منوع تخرج لشي جهة أخرى اللي هي لا تنتمي إلى هذه العصابة الفاسدة السيدة جاية دير الدراسة ما دراسة ربعمائة مليون دير السنتيم شكل اللي غيهضر شكل اللي غديتكلم ما كينش اللي يقدر يدوي لأن كل شي كي يخاف من الرئيس ديال الحزب دياله اللي هو السي عزيز أخنوش إذا قلت على الأقل فعاد بن كيران والاعتمانين كان مرة من راك يخرج واحد من الحزب سيخرج لك بشي حاجة اللي يعني راك تضعه في الحكومة اللي كي تسهل خزب ديالهم ولكن كي يبقى أن المصلحة ديال الوطن والمصلحة ديال المواطنين أعلى من المصلحة ديال الحزب ولكن في الوقت الراهين ما عندناش سياسيين بهذا الحين كهذه ما عندناش سياسي يقدم مصلحة الوطن ومصلحة المواطنين على المصلحة ديال الحزب الآن المصلحة ديال الحزب يعني سامية كين هناك سمو لمصلحة الحزب على حساب جميع المصالح الأخرى وكيفما قلت سابقا بأن تقديم الحزب حتى على تنفيذ الأوامر الملكية أو خدمة الوطن والمواطنين الحزب عندنا في المرتبة الأولى قبل من المالك قبل من الشعب قبل من الوطن قبل من المواطنين يعني العضو داخل الحزب الولاء دياله للرئيس ديال الحزب دياله أكثر من ولائه إلى المالك وينفذ الأوامر ديال الرئيس ديال الحزب دياله أكثر مما هو حريص على تنفيذ توصيات المالك وإلا لماذا هذا التهاون والتقاعس هذا في تنفيذ كل ما من شأنه إعطاء واحد القيمة لهذه الجالية المغربية أو فقط يضمن لها واحد أدنى من الكرامة للمواطنين الذين يأتي بـ 20 مليون وخمسين ومئة مليون ويأتي بـ 100 مليون ويأتي بـ برطم مجرسة للمواطنين يوجد الأمر من أحدث في الإدارات والمحاكم في مجلسة سوف تجمع فيها حتى تكون هدر مع الحكومة ليس لدينا خبار ما لدينا مجدوم وعلى الأقل ما هي القيمة لهذه المجلسة هذا الاستشاري اللي عينوا جلالة الملك لأن مع ذلك شاءنا الإنترنت وتحييدنا الوي في وإذن نتصل للمغرب الكندا قلت على الأقل أعطيه قيمة للمجلس الجالية الذي هو مجلس استشاري لكي يدفع بهم على المواطنين ويضعون عليهم ويضعون عليهم ويضعون عليهم ويضعون عليهم ويضعون الرئيس المجلس الجالية والسادة الأعضاء يدخل كل شهر ويضعون ويضعون عليهم ويضعون الرئيس ويضعون الرئيس أخرى مرة أخرى يكتب كتاب ويقوم بمقالة يجمع مقالات التي يكتبنهم العدراوي في اسبرائي ويقوم بإعطاء الاسبرائي 50 مليون العدراوي يسامح في الخدمة يقوم بوز النهار في تورنطو لكي يقوم بحوار مع العالم الأول ويقوم بوز النهار أخر مع العالم الثاني مع مجموعة هاتية الشخصيات ويقوم بحوار مع العالم ويضعون مخدماته لم 허أولي ويقوم بحوارها لكي يقوم بسم المقالات ويقوم بكم الشوارع ويقوم بحواره يقوم بكم بحوارات على مقالات في الأخر مجلس الجالية يأتي و يأخذوا المقالات و يكتبهم في كتاب و يأخذ قرص و يحتل اسم عبد الرحمل العضراوي و يخلص إحسابي و يقولون و نحن أخذ دائم لا يوجد أبحاث مهمة وكتب مقالات على وراث الشيطان يصمح في شغاله وفي حياته وفي أولاده لكي يكتب هذه المقالات يعني الناس يدرهم جلالة المالك في واحد المنصيب يؤديوا واحد الدور ليس يعطيوا واحد القيمة لهذه الجالية الجالية راسيتون في الدولة المغربية ممكن تخدم بها ولكن للأسف الشديد ما قال سات الماياك كتكل هالشمش وكترشاب تتصدى هذا هو الوضع دي الجالية المغربية لماذا؟ لأن من أكلت لهم مهمات الإشراف على هذه الجالية من صوقينش يمكن فوقت من الأوقات اللي تم اختيارهم من طرف جلالة المالك لأداء هذه المهام كانوا وقيلة في ذاك الوقت عندهم ما يديرون عندهم ما يقدمون ولكن للأسف الشديد رئيس المجلسة في 2006 ليس 2006 أو 2015 كيف حدرت عليه؟ أنه كان في حالة مرضية جدا متقدمة إذا إنسان اللي هو مريض بشكل مرض خطير الله يجب لي الشيفاء ولكن المنصب اللي فيه مسؤولية من خمسات لمليون ونص ديال المغاربة خاص إنسان اللي يكون يتمتع بصحة جيدة وعندوش حاجة ما يقدم إذا هذه الحكومة هي منعة مجلسة الجالية من المشاركة والأعداء ديال المجلسة وما قال سين رخاه الله أني تنس مع ذلك النهار في لايف وقال لك المؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج كتخرج لها كل عام عشرين مليار عشرين مليار كتخرج لهذه المؤسسة كتأخذ منها يمكن مجلس الجالية خمسة مليار وخاصة هذا الفلوس تخسر لتعاود تأخذ العام الجديد من المجلسة خاصة هذا العشرين مليار لأنه لا شيء طيب وقال العام الجديد وقالت لهم لا الفلوس أي بقى مدرنا بأوله لأنه كان لدينا الكوفيد لا يعطيك إذا خاصة تلقى طريقة لتصرف هذا الفلوس لتعاود في العام الجديد أو تعاود تأخذ هذا العشرين مليار الذي تصرف باسم الجالية المغربية كيف تقدم فيها للجالية؟ لا شيء إذن الانتظارات من جلالة الملك كثيرة كثيرة منها حل هذه المجالسة سواء مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة العالم أو مجلس الجالية يجب حلهم وإيجاد صيغة جديدة لتمتيلية مغاربة العالم بطريقة التي هي صحيحة بطريقة التي هي إيجابية من طرف أشخاص الذين اليوم لديهم القدرة على العطاء والتنفيذ الأوامر الملكية والتوجيهات الملكية أما أنك ستأخذ البوست و تشد لد و تقول و تمشي مرة مرة و تقلص تحضر شيء يقائي فيه ربعة أو خمسة ديال الناس و تأخذ تصور و تجيستي فيه و تقلص لديها هذان هذا حيث و ترخصنا الناس من أجل أنهم بدنيا قادرين يعطيهم و فكريا عندهم ما يعطيهم إذن بالنسبة للجالية ننتظر حل هذه المؤسسات اللي أصبحت عقيمة ولا تقدم ولا تؤخير لا للجالية ولا لأوامر الملكية وإيجاد وحتى تخريجها اللي هي جديدة من أجل تمثيل هذه الجالية بشكل أفضل في المكتدر معاملتي يقول لك لا لحنا مجلس تشاري نحن ترقد دموغير المشورة لجلالة المالك وحتى تخينا هنا في كندا كنت أخبرني السيدة معقلها كثير من المتابعين التي أعرفها كنت يقول للناس أنا كنت نزل في مطار والله العظيمي هذا الشيء الصح هذا كلام هذا تعود لي السيدة ما عندما ستكلم كنت يقول لهم أنا تنزل في مطار محمد الخامس مطار النواصر المغرب كنت أأتي للهليكوبتر لوسط المطار وكنتهزني وكنتهزني وسط القصر المالك لا يدراج المالك ينزل من الطيارة يركب في طال مبيل ليس يبشي القصر هذا يقول لك أن تأتي للهليكوبتر وتهزه وتسديه للقصر وكيدخل عند جلالة المالك وكيف يقدم له المشهورة والنصيحة وتعود تزول الهليكوبتر وتعود تردجته هذا الناس يقدر يقبل عليهم ترونسيس لا يعرف ما هو ترونسيس حي ولا يبقى ولكن هذا النوع هذا من الناس المكان لهم مستشفى من الأمراض العقلية ترونسيس باسم الجالية المغربية أو يدعون تنتيل الجالية المغربية المؤسسات الملكية التي تم إحداتها في وقت معين يا جلالة الملك الآن هربع لها الوقت وهربع لها الزمان وما بقيتش عند الناس دي ولها القدرة على المتابعة المستشار الملكي السيد عزيمان تنظر نرفات 70 سنة السيد بوصوف ندعو الله له بالشفاء حان الوقت للتقاعد وخاص دماء جديدة خاص وجوه شبابية هي قادرة على التواصل وإيصال المعلومة الجالية قوامها 5 مليون ونصف ديال الناس واحد يمشي لواحد المطعم ولواحد المكتبة وكيدير لقاء كيشوفوه عشرة ديال الناس وكيجتمعوا مع عشرة ديال الناس كتجمع تطال ديال الناس اللي وصلوهم هاد المعلومات هاد المياه اشقدينا احنا بهذا المجلس اللي غديتتحن 5 مليار ديال الفلوس باش يتواصل مع مياه ديال الناس او باش يكتب لنا مقال حنا كنكتبون مقالات فابور ما كيخلصنا حد ما كيعطينا عليهم حتى شي حاجة علشانا قد نعطيهم خمسات المليار الواحد باش يكتب لنا مقالات وإليف لنا كتاب اذا هناك الكثير من القضايا والكثير من المؤسسات المتوقفة على قرارات ملكية نتمنى ان شاء الله انه بعد شهر رمضان هذا ان جلالة الملك ينظر بعين الرحمة للجالية المغربية ولهذا الشعب المغربي ويقوم بحل هذه المؤسسات التي تشرف على الاستشارة او على قضايا الجالية المغربية ويتم احداث مؤسسات جديدة بدماء جديدة وكذلك يتم البد في هذه الحكومة اللي راها تتسبب في احتقان اجتماعي صامت كين بعض الانواع من المراض اللي كتدير الهراج واحد في الروح كيعطاس كيغوة وقل الجسد تعبر بواحد الشكل اللي هو صاخب اي واحد في الموحد كيعرف بان هاته السيدرة همرين ولكن هناك امراض قاتلة تتقتل وتكون صامتة مثل السرطان بزاف ذي الناس كيكونوا واقف صحة السلامتكي يقولك مات مشاء الله يرحموا وراء مسكير راه السرطان لكن كيخدم فيه داخل داخل الجسد دياله مجيب لهش الخبار وما نعيشه في هاته الاسابيع والاشهر القليلة الماضية مع هاته الحكومة هو بمتابة سرطان صامت راه خدمك ينخر في المجتمع خدمك يشتت ذاك الشي اللي قداوله مغاربة عقوده هم كيخدموا عليه باش يتقاربوا فيما بينهم باش يتحبوا فيما بينهم الان هاته السياسي اللي عندنا رام كيخدمو على التفريقة رام كيخدمو على جعل الحزب وزعيم الحزب أكتر سموا من الوطن وأكتر سموا من المؤسسة الملكية ومن ملك البلاد وهذا شي خطار هذا ما عمرنا عشناه ما عمرش سياسيين كانوا كيقدموا مصلحة الحزب على مصلحة الوطن تنسمع قبيلة المهداوي كيتكلم على وهبيكيتكلم على الاتحاديين على الناس قال الناس خلوا الجلد ديالهم في الحبس الناس اللي خرجوا بسقار الناس اللي خرجوا بعاهات خرجوا بأمراض اللي هي خطيرة من السجن لماذا؟ كي يستقيم هذا الوطن يستقيم هؤلاء المواطنين ده بالعكس أنه عندنا ناس لا يريد أن يخلروا الجلد لا يريد أن يحزوا من هذا الشعب ويطلوا في الجلد حيثوا من الجلد ويطلوا في المواطنين ويطلوا في الحزب والمحيط اللي يريدون فقط بحده يريدون وبقي الشعب إذن أملنا في أن تتم الاستجابة لمطالب الوطن ولمطالب المواطنين سواء داخل الوطن أو خارج الوطن ويتم إصلاح كل ما أفسدته أيدي الساسة والسياسيين في المغرب وأملنا في أن يستجيب جلالة الملك لهذه المطالب كان معكم عبد الرحمن عدراوي للمرة الأخيرة من مدينة لغال مرة الأخيرة نطالب الملك بتسيير المغرب بدون إحزاب مثل دول الخليج هذا ما نتمنىه أيضا إذن ندمتم في رعاية الله وإلى اللقاء